شهدت محافظة قنة افتتاح عدد من المشروعات الثقافية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 65 مليون جنيه ويأتي افتتاح هذه المشروعات ضمن جهود الدولة في إحداث النقلة النوعية في هذا المصار فضلا عن تفعيل استراتيجية ثقافية تستهدف بناء الإنسان المصري تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو افتتحت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني عددا من المشروعات الثقافية بمحافظة قنة وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 65 مليون جنيه بعد الانتهاء من عمليات تطويره وإعادة تأهيده بالكامل تم افتتاحه قصر الثقافة نجاح حمادي فضلا عن مكتبة مصر العامة والتي قالت عنها وزيرة الثقافة إنها منارة ثقافية تنويرية جديدة للعلم والمعرفة تستهدف الارتقاء بالمستوى المعرفي لأبناء المحافظة محافظ قنة من جهته أكد أيضا أن الدولة تعيش حالة متميزة من الحراق الثقافي والتنموي بكافة أرجائها في ظل إيمانها الكامل بأهمية المردود القوي لقوى مصر الناعمة في تشكيل الوجدان الشعبي جهود كبيرة تبزلها الدولة في إحداث نقلة نوعية في هذا المصار فضلا عن تفعيل استراتيجية ثقافية تستهدف بناء الإنسان المصري والقادر على مجابهة التحديات الراهنة وذلك في ظل التحديات الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري ترجمة نانسي قنقر